لما نعرف تاريخ أمريكا الإسود من أول كورستوفر بلمر لما اكتشف القارة وابتدأت يهجروا عطا حالي بس نكلم في الحيطة دي شوية بس عمل إبادة وقبال لا عملوا إيه طلعوا المساجين والمجرمين والمحبوش كلهم بالسلاسل بتاعهم بتاعهم ونقلهم على القارة والقارة وبتروا إيه ليه أوروبا عملت ده علشان يبقى لها نصيب في الكحكة بس مصدر دول الناس اللي راحت أمريكا مصدرهم عشان يقضوا على السكان الأصليين الهنود الحمر تعالي بقى نتكلم على دول أمريكان ابتدأوا في معركة مع الهنود الحمر والسكان الأصليين الأول الإبادة ومعركة شرسة إجرامية ضد الإنسانية وبعدين عجزوا فابتدأوا يزقوهم يزقوهم بس خلي بالك من المنظر يزقوهم بعيد 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 لغاية لما تحطوا في مربع كده في طرف القارة وممنوع أي مواطن يخرج بره لحدود ده وحصل الحرب بين الشمال والجنوب في أمريكا حروب شرسة في بعض وين توحدت أمريكا وتعالي بعدين جلبوا الأفارقة لاستعبادهم وشغلوهم خدمين وعبيد عندهم وفي القانون الأمريكاني لو المواطن الأبيض مشغل عنده زنجي زي ما بيقوله عليه زنجي لو شغلوا عنده وطلع في المزاجه إنه يقتلوا لأنه مش عاجبه يقتلوا من حقه يقتلوا واغتصاب زوجاتهم وأطفالهم الجرائم جرائم يعني مرعبة شيطانية كويس بعد كده يعني الزنوج ابتدأوا اللي هم السود ابتدأوا يسوروا على المجتمع الأمريكي وإنهم أمريكان وعاشوا في الأمريكا اللي هم الأجيال اللي بعد كده يعني وابتدأ يقودوا صورة لعدم التمييز كان ممنوع يخشوا محلات معينة كان ممنوع يركبوا مواصلات مع الله بيض أيو فكانت بقيالة مرت مارتن لوثر كينج مارتن لوثر كينج وقدروا يقتلوا جسط ويخلصوا عليه